موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مستحق الحمد والصلاة والسلام على رافع لواء الحمد سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أحبة مشاهدي قناة الموصلية الفضائية أحييكم بأجمل تحية وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد لقاؤنا معكم وبرنامجكم الأسبوعي وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم وأنت فيهم رسول الله ترشدهم للصالحات تنير الدرب للأمم جزاك ربي يا خير الأنام هدى وسرك الله في الجنات والخيم على حب نبينا صلى الله عليه وسلم نلتقي ومن هديه نستقي لنرتقي فرحبوا معي بفضيلة الشيخ الدكتور فهى الطلال الخالد أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم شهرنا الحبيب سادة الأكارم إن من جملة قوانين الله تبارك وتعالى على الأرض ومن سننه في الدنيا سنة الإبتلاء فهي تجري على البشر ويحسها كل إنسان ويلمسها كل عاقل قال سبحانه وتعالى في كتابه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم أهل الإبتلاء كيف أكرمهم الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وفي الآخرة وكيف أكرمهم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا ما سنتناوله في هذه الحلقة المباركة بما شئت الله تعالى تفضل شيخنا الحبيب شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يا لقان بإمام النبيين وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه وآله وأصحابه وتابعيهم وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين مرحبا بالشيخ عبد الرحمن واللقاء يتجدد معا وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم وفينا عليه الصلاة والسلام اليوم مع إكرام المبتلى إكرام المبتلى البلاء نوعان بلاء مؤقت وبلاء دائم ونعني بالبلاء المرض فهناك بلاء مؤقت يتمرض أيام ويتعافى يتمرض أشهرا ويتعافى أما هناك بلاء دائم هذا البلاء المؤقت أما البلاء الدائم فهو المرض الدائم أو المستمر الذي نسأل الله العافية لنا ولكم ولمن يسمع هو يشاهد كمن فقد بصره فهذا بلاء دائم مستمر مع الإنسان كمن فقد عضوا من أعضائه الذين يسمونهم اليوم بمصطلح المعاصر الذين يسمونهم لوي الاحتياجات الخاصة هؤلاء طبق من المجتمع لا ينبغي أن تهمل ينبغي أن تراعى ينبغي أن تكرم لنخوض اليوم في رحابي وحدائقي ودوحة الحديث النبوي الشريف ودوحة الإسلامي بشكل عام لنعرف أن الإسلام أكرمهم وحتحنن عليهم وعطف عليهم وشدد العقوبة وغلضها على من يسيء إليهم ويتعدى عليهم هذا من سماحة هذا الدين وعظمته ورحمته لأن هؤلاء أهل البلاء الدائم عادة يكونون من أشد الناس إخلاصة وأكثرهم خشوعة لبعد قلوبهم عن زخاري في الدنيا والتعلق بها فالضعيف العاجز دائما يرى ضعفه وعجزه في نفسه لأنه في مستمرارية البلاء ويعيش مع البلاء لحظة بلحظة فيرى عجزه مما يدفعه ذلك إلى التبر من حوله وقوته إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى فيرى دائما قوة الله يرى دائما قدرة الله يرى دائما عفية الله سبحانه وتعالى هؤلاء قوم هؤلاء مجموعة اختصهم الله في الدنيا بالبلاء اختصهم في الدنيا لأن الله أراد لهم أن يختصهم بالجزاء يوم القيامة جميل إذن إكرام المبتلى فالمبتلى نوعا هناك فكل إنسان وكل مؤمن مبتلى مبتلى نعم لكن هناك ابتلاء مؤقت كما ذكرتم وابتلاء دائم كما ذكرنا بين قوسين أصحاب أو ذوات الاحتياجات الخاصة كمن فقد بصره وسنأتي على ذلك الآن شيخنا الحبيب الله تبارك وتعالى هؤلاء عباده هؤلاء المؤمنون الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بفقد هذه الأعضاء وهذه الحواس بماذا أكرمهم الله تبارك وتعالى بداية أكرمهم ربنا جل جلاله بقوله تعالى وَمَا أَصَابَ مِنْ مُنْصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاتكم رسالة هذه الآية أن الذي حدث معاك أيها المعاق عافاك الله وإيانا إنما هو بتقدير الله إنما هو مكتوب في كتاب قبل أن تخلق معنى ذلك أي أنك لا أي أنك أيها المبتلى لا تقعد وتلوم نفسك أنا لو ما عبرت الشارع ما كان صار الحادث أنا لو ما دست سريع ما كان صار الحادث أنا لو ما بقيت بالموصل ما كان صار علي اللي صار أثناء التحرير لا لا حتى تطرد لو حتى ترفع لو من قلبك حتى تسلم الأمر لصاحب الأمر فأعظم رسالة في هذه الآية أن الله يقول لك ما يحدث بك بإرادتي بقدرتي بحكمتي قد لا تتجلى لك آثار الحكمة الآن لكن ستراها عيانا يوم القيامة حين قال صلى الله عليه وسلم علمنا معادلة التعامل مع الدنيا قال عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير كل ما يصيب خير نعم فإن أصابته سراء شكرة فكان خيرا له وإن أصابته ذراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن أكرمهم ربنا جل جلاله في الدنيا أن رفع عليهم الحرج قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أنتم ماكوا عليهم حرج أكرمهم الله بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا هاي أحب نخلي إلى أسطر تحتها خطوط إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه بمعنى أن الذي ابتلي فهو محبوب عنده شرط التسليم والرضا لا إله إلا الله بشرط الرضا بالقضاء الرضا بقضاء الله إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه يأتي لشيطان فيدخل في يجري في الإنسان مجرى الدم في أعماق الإنسان المبتلة فيقول له تشوفه فلان يمشي على الجلي أنت ما تمشي شوف فلان قد عمرك دحق عليه شوف شوف فيريد يفسد عليه ثوابة الرضا بالقضاء فالله عز وجل قال قال وما أصاب من مصيبتين ذكره بالآية ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فشره بأن الله عز وجل في الذي هو فيه يكفر خطاياه دخله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام على أم العلاء وكانت في مرض فقال أبشري يا أم العلاء يا مرض وتتأذى وتتألم أبشري يا أم العلاء فإن مرضا المسلم يكفر الخطايا كما يكفر الكير خبث الحديث والذهب والفضة كما يذهب الكير خبث الحديث والذهب والفضة فالمرض غسل فالذي يصاب بمرض مؤقت قد يشفى وقد شفى وقد برئ من أبدنوبه فكيف بالذي له معاق مستدام عافانا الله وإياكم آمين الله هؤلاء عداد الحسنات عندهم مستمر سيأتون يوم القيامة على خير كثير إذن من إكرام الله تبارك وتعالى لهم في الدنيا أنه أحبهم إذا أحب الله عبدا عبس وتولى أن جاءه الأعمى هنا الإكرام الذي فقد بصره فقد بصره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك في آيات العتاب في حلقة آيات العتاب والإشفاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التفت عن عبد الله بن زائد و لكن انتباتته مقصودة أبدا و لا إهمانا له عاشا عليه الصلاة دير بالك شعع عليهم عبس وتولى أن جاءه فكان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن زائد عبد الله بن أم المكتوم أنت الذي عاتبني ربي فيك لا إله إلا الله كان كلما يشوفه سين النبي يقول تحتاج شيء تفضل استريه صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله لأننا في دار البلاء يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قيل له متى يجد العبد طعم الراحة قال لا يجد طعم الراحة حتى يضع قدميه في الجنة الله ماك راحة بالدنيا لا راحة في الدنيا وإن وجدت فراحته مؤقتة نعم أعلم أما الراحة الأبدية السلمدية هذا تكريم الله لهم في الدنيا في الدنيا إذن محبته لهم أحبهم ورفع الحرج عنهم وبلغهم بأن الذي حدث معهم مكتوب منذ الأزل وجعل الذي فيهم تكفيرا لسيئاتهم وجعل الذي فيهم عدادا للحسنات ورفع الحرج عنهم ورفع عنهم الحرج جل جلاله وأذن لهم بأن يصلوا وأن يتعبدوا بالطريقة التي يرتاحون فيها الله حتى إلى درجة أن العاجز رب العالمين قال له خلاص لا تجي على الحج وكل أحد فبالنيابة بالحج تكون لمن للميت للميت والعاجز قال له حتى بيتي عرفة ما تقدر تجي الله تبعث أحد يسر لهم أن يؤدوا العبادة على الوجه الذي يريحهم ما يقترسهم لا تصم بل برب العالمين كما يأخذ فيها سادتنا الحنابلة أن الإفطار واجب للمريض نعم يقول خلاص أنت مريض لا تفطر أنا أعطيتك رخصة سبحانه وتعالى إذن هذا إكرام الله تبارك وتعالى لهم في الدنيا في الدنيا فما إكرامه لهم سبحانه وتعالى لهم في الآخرة يا سلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وسلم يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فيوضعون تحت شجرة يقال لها شجرة البلوى الناس في المحشر والناس الآن تحتاج إلى الظل لأن الظل دليل النجاة لأن الناس تعرق على قدر ذنوبها فتنصب شجرة يوم القيامة تسمى شجرة البلوى شجرة عظيمة فيدعى إليها من فقد ألا من فقد عزيزا فليقبل ألا من فقد عضوا فليقبل ألا من أهل البلاء الدائم نعم ألا من فقد غاليا من فقد حتى لفقد أعضاء لفقد حواس نعم فيؤتون تحت الشجرة فلا يرفع لهم ديوان الله ولا ينصب لهم ميزان ويصب عليهم الأجر صبا قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بل يقول الله عز وجل وهذا الحديث في منتهى اللطافة والرقة يقول الله عز وجل الحديث القدسي الجليل إذا ابتليت عبدي ببلاء في ماله أو جسمه أو أهله فاستقبل ذلك بصبر جميل استحييت يوم القيامة الله أن أنصب له ميزانة أو أن أنشر له ديوانة وأدخلته الجنة بغير حساب الله الله أل بعد هذا الإكرام إكرام البلاء وقع وقع البلاء وقع سلم خلاص يعني هو عدم التسليم يعني الاعتراض لا يأتي بشيء لا يأتي بجديد إنما إنما يذهب الأجر نعم يفوت عليها العقل وهذه المكرومات تذهب وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من ابتليت عبدي بحبيبتيه أي بعينيه عفان الله وإياكم آمين اللهم من ابتليت عبدي بحبيبتيه لأن أخلص شيء بالإنسان العين يعني يقولون الأعمى يعني حياته صعبة تكون خطية من ابتليت عبدي بحبيبتيه لم أجد له جزاء إلا الجنة الله يا الله يعني سرد العالمين جنة عرضها السماوات والأرض لا أعتاب ولا أحساب ولا عذاب يعوض رب العالمين يغبطون يوم القيام فلهذا كثير من الصحابة فقدوا البصر أو آخر عمره سيدنا عبد الله بن عباس فقد البصر سيدنا سعد النبي وقاص فقد البصر كثير من الصحابة الإمام الترمذي فقد البصر أو آخره كثير من الصحابة فقدوا أبصارهم أو آخر الأمر وكأن الله عز وجل أراد أن يتوجهم بهذا التاج لأن هذا الجزاء لا يتحصله إلا من فقد البصر فيكرم الله عز وجل بعض أحبابه بأواخر عمرهم بهذه الكرامة فيقضون السنين الأخيرة أو الأيام الأخيرة أو الأشهر الأخيرة بغير نظر حتى يفتحوا عيونهم على رؤية الله جل جلاله لا إله إلا الله تغلق عيونهم عن متاع الدنيا لتفتح على رؤية نعيم الجنة بإبنه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هل هناك يعني الإكرام في الآخرة إكرام كبير وجليل عظيم ملوك يعني يغبطون على هذا أهل البلاء ملوك أهل الجنة أهل البلاء العظيم كلما عظم البلاء في الدنيا عظم الجزاء الله تعالى يبديلهم هناك في الدنيا معاناة فالذي في الدنيا غارق في البلاء سيكون في الدنيا مغمورا في النعيم كلما كثر بلاء العبد في الدنيا زادت رتبته في الآخرة أشد الناس بلاء يوم القيامة أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ويبتل المرء على قدر دينه على قدر إيمانه فالذي في الدنيا قد غرق في البلاء سيغمر يوم القيامة في بحر النعيم لكن يحتاج مع هذا الصبر والرضا حتى ينال هذه المكرمات هناك إكرام آخر لهم في الآخرة أن الله عز وجل يخاطبهم يناديهم يناديهم يخاطبهم يتكلم معهم يواسيهم يبشرهم جل جلال العظيم وما أعظمها من نعمة هم الملوك أهل الجنة لا إله إلا الله إذن بعد إكرام الله تبارك وتعالى لهم في الدنيا وفي الآخرة نأتي الآن إلى إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لهم كيف كان عليه الصلاة والسلام وهو الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه القرآن الكريم وهو الذي كان مع أهل الإبتلاء يعني يراعي كافة مشاعرهم هناك لهم مواقف عليه الصلاة والسلام كثيرة رحمة بكل شيء رحمة بالعوالم كلها فلا شك أن لهؤلاء الفئة النصيب الوافر من رحمته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جعلهم سبب النصر والرزق أحسن معاملتهم طمنهم نمّ مواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم ولبّى طلباتهم صلى الله عليه وسلم وهذه الشواهد بين أيدينا سنأتي إلى هذه الشواهد بمشيئة الله تعالى لكن بعد أن نأخذ فاصل قصير شيخنا الحبيب أحبتي المشاهدين الأكارم بعد فاصل قصير إن شاء الله نواصل كيف أكرم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإبتلاء فانتظرنا بمشيئة الله تعالى عدنا إليكم مجدداً أحبتي المشاهدين الأكارم وحلقة اليوم بعنوان إكرام المبتلى مواساةً لأهل الإبتلاء قول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجها الدهر يوماً يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر شيخنا الحبيب ذكرنا قبل الفاصل إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإبتلاء نعم صلى الله عليه وسلم أكرمهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن جعلهم سبباً للنصر والرزق قال صلى الله عليه وسلم أبغوني الضعفاء أبغوني في الضعفاء يعني اقصدوني في الضعفاء يعني الخاطر داروهم هذا الحديث من ألطف الأحاديث أبغوني في الضعفاء أبغوني يعني اقصدوني اقصدوني في الضعفاء يعني الخاطر داروهم داروا الأيتام داروا المرأة داروا الضعيف داروا المريض لأن الضعيف في الإسلام إذا جاء بمعنى اليتيم و بمعنى المرأة و بمعنى المريض فابغوني في الضعفاء لهذا الضعيف و قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون و ترزقون بضعفائكم و صبيانكم و مجانينكم حتى الذي فقد عقله و الذي لا يرى من الدنيا شيئا لا يعلم شيئا يتصرف قد يأكل قد يشرب لكنه لا يعيش الحياة بمعنىها الحقيقي هذا سبب رزق الأهل قال إنما تنصرون بضعفائكم سبب النصري و سبب الرزق و صبيانكم و مجانينكم النصر و الرزق يعني إذا دخلوا في معركة و كان معهم من أهل الإعاقة موجودين كان معهم من أهل الإعاقة كانوا سببا للنصر لأنهم هؤلاء مهابة الرحمة هؤلاء أهل الإعاقة مهابة الرحمة يعني عليهم تتنزل الرحمات هم بصدر الرحمة فلهذا تجد حيننا عاف الله عوائلنا جميعنا العائلة التي فيها مريض كل القلوب بتشوق لهذا كل القلوب تحن على هذا تحن وتشفق وترحم فكلهم ايش لون صار فلان ايش لون صار أما أحسن فالكل منشغل بهذا طفل لأنه سبب الرحمة فجمع العائلة كلها يعني أذكر كان لنا جار عندهم ولد ولده و قطعة صغيرة صار عمره 21 سنة هذا قطعه لم يكبر رعز فقط و قطعة من الجسد صغيرة يعني يحرك فقط بعينين سموه أحمد توفي الولد و عمره 21 سنة قطعة صغيرة كنا نظن قبل الذهاب إلى مواساتهم أنهم يعني سيرتاحوا يعني تعرف جثة هامدة نعم أكلوا شرب سنوات طويلة ما يقدروني نروحون ما يقدروني نيجون إلى آخر والله وهو موقف الطبيعي يعني يتكرر في كثير من العوائل لكنه أنا علق في ذهني دخلت الأب في منتهى الانهيار لا إله 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 يبكي الأخوة يكون العائلة حزينة جدا أنا كنت أظن أنه قال يقولون الحمد لله ارتاح حين وخلاص لا لا حزو يقول ما أقدر أشوف البيت بل أياه شوف التعلق ترك لهم فراغ شوف الرحمة في قلوبهم رحمة رحمة هؤلاء به وهو مهبة الرحمة كم رأوا من رحمات وبركات على إثره على سبب وجوده حتى تعلقوا به لهذه الدرجة تبكي على بكائهم يعني أنا عادي أقول يالله خلاص ما تخلصوا ارتاحوا لا لا صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون وترزقون العائلة اللي بيها معاق هو سبب رزق أهلهم وما يعرفون أعرفوا هذه المعلومة الحبيب صلى الله عليه وسلم علمكم لا واحد يضوج من طفل معاق من ولد معاق من مريض لا لا هؤلاء سبب رزقكم سبب نصركم صلى الله عليه وسلم إذن جعلهم سبب نصر وسبب الرزق عليه الصلاة والسلام وأحسن معاملتهم صلى الله عليه وسلم جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في عقلها شيء صحاب المؤدبيين الراوي الحديث يقول في عقلها شيء استع حتى يقول المجنونة قال في عقلها شيء فقالت يا رسول الله أنا أريدك أحكي معاك قال صحابه يسطن ماك وقت قال قال لا لا أريدك أريد ببحدنا عندي شغلة يمك أنا أريد ببحدنا نسولف أحكي معاك بشغلتنا ببحدنا قال نعم اختاري أي سكك شيئتي لأجلس إليك فراحة أخذ الطريق وقفت بمكان قال تعال هنا يا رسول الله فجاء صلى الله عليه وسلم فجلس تلغط فجلس إليها صلى الله عليه وسلم ما قال أنا ما عندي مجال أو شوف هي أشتري أصلا اللقاء ما بينه فائدة لأنه أصلا في عقله شيء ما راح يستفعل شيء فجلس إليها على الأرض صلى الله عليه وسلم ثم عتبان ابن مالك رجل كان أعمى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول أنا محروم من النظر إليك محروم من السماعك ما محروم من أن أحضر كثير ما عندك بسبب ضعفي وبعد بيتي ممكن تجي صلي عندنا بالبيت صلى الله عليه وسلم قال نعم عليه الصلاة والسلام فقال فتصلي في بيتي قال نعم يقول فجاء ثاني يوم الصبح صلى الله عليه وسلم الله فجاء دخل إلينا فصفنا فصلى معهل بيته صلى الله عليه وسلم وقف وقف اللي جاء مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معهم وقف لأهل البيت فصف فقال كنت أصلي في الموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى البيت سيدنا النبي مشهول جد إكرام وقت جد ما عندك وقت لكل من له مكانة في قلوب الناس أي كان يعني أن يتواضع خاصة لهؤلاء أن يكرمهم كما أكرمهم أم أحوج إلى جبر القلب من غيرهم أحوج إلى جبر الخاطر من غيرهم جدا جدا محتاجين لجبر الخاطر محتاجين لابتسام محتاج أن لا يرى في عينيك استهزام على حاله جميل يعني امرأة كانت تخرج من مكان فتعلق فيه في الغرب فتعلق شعرها بشيء فوقعت باروكا بدون شعر هي فضحك الناس فالتفتت إليهم وهي تبكي قالت وماذا أصنع إذا أوقع السرطان شعري الله أكبر يا الله فصعقوا هي القصة ليست في بلاد الإسلام لكن الشاهد أن لا تستعجل أننا لا نعيب أهل الابتلاء ثم من هو في مأمن من البلاء من هو في مأمن كلنا في دار الابتلاء نسأل الله العافية آمين اللهم آمين إذن بعد أن جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب الرزق والنصر وأحسن معاملتهم كما ذكرتم هذه الشواهد الطيبة أن أتي إلى كيف طمنهم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم بالحديث المحفوظ إن الله لا ينظر إلى صوركم و لا إلى أجسامكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم طمنهم قالوا جسدك ناقص لزايد ما مشكلة جسدك إذا بيه ناقص ما مشكلة و إذا بيه زيادة ما مشكلة إذن ليس المعيار فنزل قوله تعالى و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أظل سبيله فقال عبد الله بن أمي مكتومة بن زايد قال يا رسول الله قام يبكي قال يا رسول الله نحن إيش شون بالدنيا ما نشفناك بالآخرة هم ما نشوفك فنزل قوله تعالى فإنها لا تعمل أبصار و لكن تعمل قلوب التي في الصدور فالبصر ما له علاقة موجود إلا ما موجود ما مشكلة لأن الحياة الحقيقية للمؤمن هي الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صلى الله عليه وسلم إذن طمنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فقد عينه فقد أي حاسة من حواسه في الآخرة أن الله تبارك وتعالى يعطيه أفضل من ذلك الآن نأتي إلى كيف النبي صلى الله عليه وسلم من إكرامه لهم أيضا نمّهم دعمهم شجعهم نمّ مواهبهم نمّ قدراتهم نمّ طاقاتهم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أمي مكتوم كم مرة ذكرناها رضي الله عنه و أرضاه رضي الله عنه كان أعمى لكن كان عنده قدرة على إدارة فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة المنورة أربع عشرة مرة أربعة عشرة مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من يطلع خارج المدينة من يخليه عبد الله بن أمي مكتوم و يحكم المدينة يعني عمله حاكم على المدينة بلما سيدنا النبي ما موجود عليه الصلاة والسلام بوجود كبار الصحابة صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وإن كان بقى كثير من الصحابة الكبار كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة لكن أبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقى عبد الله 14 مرة صح هو أعمى لكن عنده قدرة على الإدارة وقدرة على حل مشاكل الناس فبقى مكانه صلى الله عليه وسلم 14 مرة لا بل سيدنا معاذ بن جبل الجبل معاذ بن جبل رضي الله و رضي الله كان به عرج فسيد النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على اليمن فقلم لأهل اليمن بعث معاهم مسالة فقال كتب إليهم إني بعثت إليكم خير أهلي هو ما من نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أهلي لأن أهل النبي أتباعه أهل النبي اللي يسمعون كلامه اللي مشون على سنته اللي يحتدون بهديه صلى الله عليه وسلم قال وأعرج لكنه يصلح أن يكون سفير فبعثه سفير يصلح أن يكون أو داعي نعم صلى الله عليك يا سيدي عليه الصلاة والسلام إذن نمّى مواهبه عليه الصلاة والسلام هناك أيضا شواهد أخرى في هذا الناس أولبقى طلباتهم صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة تسرع فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله أن يعافيني فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتي دعوت لك بالعافية وإن شئتي صبرتي حتى تدخلين الجنة الله صلى الله عليه وسلم ليش سيدنا النبي ما دعا له حول من المثال الخاص إلى المثال العام حول من المثال الخاص إلى المثال العام حول إلى أسوة لو كان سيدنا النبي دعا لها ومشت الأمور كان من يأتي من بعدها من أهل الصراح ما عندهم حل من يدعو له من يدعو له أنت حل لهذه فهذه موجودة بحديث النبو الشريف كثيرا أن يحول النبي صلى الله عليه وسلم النموذج من نموذج خاص إلى نموذج عام للتأسي عام للأمة ربيع بن كعب الأسلم قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة قال عني على نفسك بكثرة السجود فهذه الإعانة في كثرة السجود رسالة لمن يريد أن يفعل كما فعل ربيع عليك أيضا أنت بكثرة السجود فهنا حول صلى الله عليه وسلم النموذج الخاص إلى نموذج عام للتأسي حتى يتأسى من بعدها بها إن شئت دعوت الله لك أن يشافيك فيفعل وإن شئت صبرت ودخلت الجنة فقالت امرأة الحياء والعفاة فقالت يا رسول الله إني لست من أجله ولكن أخشى أن أتكشف حين أصرع يا الله تريد الستر حتى في حال فدعوا لي أن لا أتكشف يقول فدعا لها صلى الله عليه وسلم بأن لا تتكشف إذا سرعت يقول فكانت أحيانا تتصرع فتتقلب في الأرض وثوبها عليها ولا ينكشف كان الثوب يمسك الجسد صلى الله عليه وسلم رسالة إلى 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 يعني هذه وهي في صرعها وهي في مرضها تطلب السترة فكيف بمن عافها الله تبارك لما سيدنا النبي يعرف أن هذا المرض صبر علينا ورح يوديها إلى الجنة فقل شايف الطريق لي قدام قال أنت أسأل رح تشافين سنتين ثلاثة أربعة بالكثير عشر عشرين وخلصت الدنيا لكن هناك النعيم المقيم النعيم الأبدي النعيم الثابت الذي لا يزول اللهم اجعلنا من أهلي من أهلي الأعلى عليين يا أرحم الرحمن اللهم آمين هناك إكرام أيضا يعني إكرام آخر أكرامهم النبي صلى الله عليه وسلم عدل الذي ذكرنا كثير كثير لكن يعني نكتفي بهذا وأيضا نأتي الآن إلى تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم ممن تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنهم يتعاملوا مع أهلي الابتلاء أي صلى الله عليه وسلم إكرام الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله سيدنا عمر بن الخطاب أجرى لهم راتبا المعاقين اللي متأذين بالمعركة بسبب خلقي خصص لهم عنده مراتب لأنهم لا يستطيعون العمل عيب عيب وحد مثل هذا يشتغل عيب على المجتمع كله والله هذه رسالة وجهة لكل الناس خاصة لأصحاب القرار عيب عيب علينا جميعا لما نشوف أحد على عربانة يشتغل عيب وهو معاق وهو معاق هذا يكرم هذا يدلل مطالع بالحر يشتغل على عربانة ماله ولا خال إيده مقطوع خاصة إذا إذا يعني ها ليكرمون يعني ما ابتلي به لأجل البلاد أحسنت كثير من الناس تأذى بسبب حروب بسبب مشاركة بمعاركة تحرير قدم نفسه قدم جزءا منه جزءا منه في خدمة للبلد أحسنتم سيدنا عمر الله يرضى عنه يوم من الأيام دخل إلى مكان كان فيه جلسة مجموعة ناس فرأى رجلا يأكل بيساره أيدي اليمين مقطوعة ويأكل بيساره فقال النبي سيدنا عمر رضي الله عنه قال كل بيمينك قال مشغولة قدام الناس قال كل بيمينك قال مشغولة قال كل بيمينك قال مشغولة يا أمير المؤمنين قال وما الذي شغلها شنو شغل لا تكل باليسار فقال قطعت يوم مؤتى الله يا الله في سبيل الله يقول فقام عمر وجاء إليه وجلس عنده وأخذ يبكي وهو يقول من يوضئك من يغسلك من يقدم لك طعاما من 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 ثم أجرى له خادما وراحلة وطعاما ورجى منه أن يعفو عنه الله يا سلام شو شهد أسلوب التعامل معه قال له أنت مثلك لازم له خادم وراحلة وراتب ووحفو عني رضي الله عنه رضي الله عنه سيدنا عمر بن عبد العزيز من بعد الصحابة جميل رضي الله عن سيدنا عمر نبقى شيخنا الحبيب مع إكرام الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم لكن نأخذ فاصلا قصير بعد إذنكم ونواصل إن شاء الله أحبة المشاهدين الأكارم انتظرونا بعد فاصل قصير ونواصل وعنوان حلقتنا إكرام المبتلى عدنا إليكم مجددا أحبة المشاهدين الأكارم وبرنامجكم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم وحلقتنا لهذا اليوم إكرام المبتلى أخذنا في بداية الحلقة كيف أكرم الله تبارك وتعالى أهل الابتلاء في الدنيا وفي الآخرة وكيف أكرمهم حضعة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم جميعا شيخنا الحبيب ذكرنا قبل الفاصل كيف تعامل وأكرم سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أهل الابتلاء نعم أجرى لهم راتبا نعم راتب خاص للذين أهل الإعاق نعم جاء بعده الوليد بن عبد الملك الوليد بن عبد الملك أنشأ لهم مشفى خاصا بهم يعني يعمل لهم مستشفى خاص لهم لرعايتهم وداراتهم نعم و هذا المفروض يجري في كل البلدان أو لا طبقة من المجتمع تحتاج أن تراعى أن تكرم نعم أن تحفظ حيبتها أن تحفظ مكانتها وكرامتها جميل إذن الآن يعني ذكرنا هذه المكرومات نعم من عند الله تبارك وتعالى و حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم و صحابته و من جاء بعدهم هل حذر الإسلام من التعدي عليهم جدا هذه نقطة جدا و هي رسالة الحلقة نعم أن الإسلام حرم التعدي عليهم معنويا و حسيا معنويا و حسيا و حسيا المعنويا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم منهم ولا تلمزوا أنفسك ولا تنابزوا بالألقاب بإسال اسم الفسوخ بعد الإيمان و من لم يتب فأولئك هم الظالمون عدى الذي يسخر من هؤلاء ظالما بشهادة القرآن الكريم الذي يسخر من أهل الفلاح الذي يسخر من الناس بشكل عام أو بالذات من أهل الابتلاء أو الذي يعيب بالألقاب و يلمز بها فهذا عده القرآن ظالما لأنه تعدى على قوم لأن عدى جبر الخاطر أمر مقدس في الإسلام جميل شيخنا الحبيب رب سائل يسأل ما زلنا نتكلم في هذه النقطة الشخص لا يعرف إلا بالعيب الفلاح للتعريف وهو يعرف لا حرج إذن لأجل التعريف لا بأس للتعريف وهو يعرف نعم وهو يعرف وهو يعرف لا حرج للشخص ينادى باسمه فلا يعرف باسم أبيه فلا يعرف لكن فلان مثلا الأعرج ليس من باب التعييم أبدا من باب التعريف هو يعرف أيضا نعم يعرف يعني كأن الأمر بإذنه فكثير عندنا من رواة الحديث الأعماء الأعراج الضرير كثير رواها تاريخ الصحابة شون شون قالوا أنه عبد الله بن أم مكتم أعمى شون رواننا ذكرنا أنه كان أعمى كان أعمى في إذن القصد أو القرآن قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى أعمى أسمى الأعمى إذن أن تقال لقبا تعريفا تعريفا أحرج أما تقال استهزاءا لمزا سخرية هذا هو الظلم بعينه جميل نسأل الله العافية لأن كل نعمة في الإنسان منه جل جل وما بكم من نعمة فمن الله فالله عز وجل قادر على أن يسلب الإنسان عافيته برمشة عين لا إله إلا الله حتى قال الصالحون إذا أردت أن تعرف قدرة الله عليك فأغمض عينيك الإنسان من يغمض عينيك صار مسلم صار معرض لأصغر داب لأصغر حشر معرض هذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صباحا أن نقول اللهم إني أصبحت في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن سألوا الله تجداد النعمة تجديد النعمة كل يوم حتى تتجدد لكم سألوا الله العافية إياك أيها الإنسان أن تسخر لأنما على الأسف أكثر المسلسلات والمسرحيات الكوميدية استهزاء برجل قصير القام استهزاء بأعمى استهزاء بأعراج استهزاء استهزاء بمن يلها يتكلم يعني تتصاقف عنده ينتظرون يعني يعني الشخص بأن مثلا أخطأ أو مثلا الإعلام ظلمهم الإعلام الكوميدي إذا صح التعبير ظلمهم جعلهم مصدر للسخرية السخرية والاستهزاء صارت الضحكة لا تكون جميلة إلا إذا صار بها استهزاء على سمين أو على قصير أو على قزم أو على معاق أو على من يتلعثا بالكلام نسأل الله العافية هذا ليس من ديننا ورد أن شبابا كانوا يسوقون في سيارة صوت الغنى والصخاب والهوسة فكان أكو كلب نائم على طرف الطريق أقدامه على الشارع وهو على طرف الطريق فواحد من السائق قال من الحاول وقال شوف شوف دعم البعض الكلب استهزأ بحيوان مو بإنسان فجاء بسيارته فداس دهس على أقدام الكلب وصار أم يضحكون ومشي تلأمور أصار بالكلب قتله أحسن لكم ما تعصت بدأ يتعذب ولا يستطيعون ذهب بعد أسبوعين أيضا كان في سيارة هذا الشاب فتعطلت سيارته ووقف ما يرى في شون صال اللحان فنزل تحتها حتى يصلحها وأقدامه ظاهرة فجاءت سيارة من غير تعمل فدهست قدمه وصارت دهست على ساقيه بعد أسبوعين ربنا ما أخر سبحان الله لأجل أجلكم الله حيوان نعم ونقص عجيبة يقول أحد الأخوة ركبت في باص فرأيت سائق الباص حوله أكثر من عشر لفات وعنده معه بطل ماي كبير يعكل لفه ويشرب يعكله ويشرب قال أنا وقفت طريقنا طويل واقف يمه قالت لازم حجي أنت ما متريق قال لا ولا متريق قالوا شنو هذا لعد تأكله قال اسكت و خليها قالوا لا والله ما أنزل من الباص لما تقلي أنت ظاهر عندك قصة مريض قالوا لا والله ما مريض قالوا شنو قصتك قالوا والله كنت على كورنيش بغداد كورنيش بغداد أخذت الدجاجة معي رحت أنا آكل على الماء قال أكلت قال فاقترب كلي بشكله جائع وضعيف قال يتقرب وأنا بعده يتقرب وبعده قال أكلت خلصت قال قتلوا والله كل شيء ما طعمك قال هو يتقرب من الجوع يجتمل الريحة أو لا قال أشيلة عظماية شوفوية ورجعها وضربوا بالحجر قلوا روح قال ضليت استهزئ بي قالت آخر شيء أنا كملت قال فاقترب كثير فأقتلوا والله ما أعطيك كل شيء فأخذت الدجاج البقية الباقي خليت بكيس ألاقة قلت له شوف هاي وزتيتها بالماء الله أكبر تقول الله كل شيء ما أعطيك يقول فنظرت إليه فنظر إلى السماء الله الله يقول دحق عليها كثير ثم نظر إلى السماء ثم من نشع يقول فأعته إلى البيت منذ ذلك من تلك الساعة وإلى اليوم أنا جائع لا أشبع ما أشبع ما يشبع الله أكبر نسأل الله العافية نسأل الله عظيم وحد لا يستهزئ لا يستهزئ إذن حذر الإسلام من التعدي عليه حتى هذه معنويا حتى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير مما خلق تفضيله عوفي من ذلك البلاء يقول أهل الحديث الشراح الحديث يقول لا يقول ذلك أمام المبتلى شوف الأدب النبوي حتى يراعي سيد النبي يقول إذا شفت مبتلى قول بس قول في سرك لا أمامه حتى لا يجرح حتى لا يجرح شوف هذه الدرجة الإسلام عبد الله الذي عافى فمرات بعض الأنس يشوف يقول الحمد لله لا تر بالك هاي عد تجرحه فتقولها في سرك ليس أمام المبتلى شوف الجميل حتى من اللطائف هناك رجل اسمه زيد بن صوحان زيد بن صوحان كان يلقي الحديث ويعذى الناس وكانت يده اليسرى مبتورة من معركة نهواند فجاء عرابي فجلس يسمع الحلقة الدرس فقال العرابي العرابي زدت مباشر قال والله إن لك لا إن كلامك لا يعجبني ولكن يدك تريبني لا إله إلا الله أشي يقصد يقصد أن أنت وكانت سارق وكانت قطعت يدك كسا جاءت انصح الناس الضمبي إله إلا الله قال إن كلامك لا يعجبني ولكن يدك تريبني لا إله إلا الله قال له يا أخي أولا هي اليسار وقطع اليد يكون باليمين وثانيا هاي انقطعت بمعركة نهواند وثالثا والله أنت تستاهل لرب العالمين لما يقول العراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر وان لا يعلم حدود ما أنزل الله قال أنت لا ترف حدود ما أنزل الله من القطع يكون باليمين ومو باليسار مباشرة عليها قال له إن كلامك لا يعجبني ولكن يدك تريبني فما يصير وحد جاهر قدامي مجرح هذا الإذاء المعنوي ليس كل قطع لأجل سرقة نعم نصى الله تعالى العفو العافية إذن هذا معنويا حسيا حسيا يا الله وإذن ثلاث أحد أتمنى يعرفوها الناس يقول النبي هو غاية البرنامج هذه إيصال نور النبي للناس الأول يقول عليه الصلاة والسلام من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة يا الله من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة يعني المعاقين المحتاجين احتجب الله عنه يوم القيامة أمام أحمد الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من كمه أعمى عن الطريق لعن الله من كمه يعني دل الأعمى على طريق غلط مرات الشاقم مع أعمى وقعوه يدخلوه حفره وقعوه مع الشيء لعن الله من كمه أعمى عن الطريق هذا الثاني والحديث الثالث يقوله صلى الله عليه وسلم يا سلام على الأدب النبوي الرفيع ترك السلام على الضرير خيانة الله أكبر بس يقول هذا الضرير ما يشوف ايه يقول لأنه ما يشوف ما يحتاج لا اعتباره ما قائم كإنسان اعتباره قائم لا يستهم به اعتباره قائم هو أعمل لما أعمل السلام عليه لازم تسلم ترك السلام على الضرير خيانة صلى الله عليه وسلم إلا هدرج جراح المشاعر إلا هدرج جبر الخواطئ لأن الأعمى يعرف يسمع يعني يسمع حتى لا يمشي بهدوء يسمع لأن تسمع ما أقوى من سمع المبصرين نعم جميل فالهذا إذا حاديث خطيئة ايه جليلة نعم بيّن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحذرنا من التعدي حسيا نعم عليهم هناك يوم عالمي جعلوا له يوما عالميا نشوف شقد متاخرين علينا عنه اللي هو يوم تلاثة اطنع عش الف وتسعمية وتلاثة وتسعين ميلادية تلاثة اطنع عش تلاثة وتسعين اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة قل لم سبقكم الإسلام ب 1400 سنة صلى الله عليه وسلم من هذه الحادثة التي ذكرناها الكثير اللي النبي صلى الله عليه وسلم راعه و داره و لطه يوم العالمي يعني يجعل هؤلاء بأن يكرمهم بأن لا يحتاجوا شيء آخر ما أعملهم يوم و يوم واحد أفرح بيهم و طول السنة أن أعملهم يوم أصلا رمزي يعني الاحتفالات التي تقام فيه أقل من مما يوصل يعني الاحتفالات التي تقام إليه ينبغي أن تصرف أموالها له يفرحون بهم يوما و يواسونهم و يتركونهم سنة كاملة لما سيدنا عمر أجرى المراتب و راحلة و خادم لما سيدنا عمر بن عبد العزيزي عمل المراتب و الوليد بن عبد الملك عمله مستشفى هو لازم في استمرارية لأن يعاقته دائما هناك طبقات من المجتمع حقها أن تكرم الرجل كبير بالسن تحزن عجال كبير بالسن أي سوق تاكسي خطيئة دي أي سوق سياء حمل يشتغل شغل ما تليق بعمره بسنه لكن الفقر أو أتعبه الحاجة أتعبته هذا شيء يحزن جدا جدا في بلد ممكن إطعام جميع الناس و يبقى الزياد يبقى فائض نحتاج إلى إعادة النظر في نظر إلى طبقات المجتمع أطلقوا رواتب الرعاية الاجتماعية يأتي لك ناس ينافسون على الراتب ناس يراكب لسيارة و عند راتب يتجي تنافس يعني الآن شبكة الرعاية الاجتماعية هي خصصة لمن ليس لديه عمل أو صاحب إعاقة إن وسعوا إن وسعوا تجد هناك من لديه مصدر رزق آخر و يتنافس الفقراء و هناك من أهل الإعاقة تعلموا شيخنا أن هناك أسماء محددة أو مثلا إمكانية محددة للدولة فعندما يأخذ هذا الغني أو غير المستحق هذه المكانة أو هذه الدرجة يحرم غيره إن وسع من وضع قانون الرعاية إن وسع شروط تسجيل فيها فلا حرج إن وسع مثلا أكل متخرج مثلا هذه لا حرج نحن نقول إذا خصصت رواتب الاجتماعية للفقراء والعاجزين والأرامل والأيتام فلا تنافسهم فهذه جمرة من نار لا إله إلا الله يعني لو قيل له أن الإنسان سيحاسب على الدينار الذي يأخذه ما رح يأخذه يحدثني أحد الإخوة يقول كنا نوزع سلات غذائية قلنا في المنطقة الفلانية سنوزع سلات غذائية قال فوقف و فجأة تجمع الناس قال فسبحان الله قال أنا أتابع الناس عد أشوف السرة و عد أنظمهم قال و أرى لك من بعيد سيارة عالية قال ما يقل السعر عن ثلاث دفاتر يقول وقف السيارة بعيدا ثم نزل فجاء مشيان و وقف السرة قال ما تحمل طبعا هذا بس الأخر قال ما تحمل الطرط من هذه ما يبع عليك شوف سيارتك تغذي هذا ولا كله تجاهيلي على ثمنه على زيته على شسته إذن القضية نحتاج إلى الشعور بهم لما أنا عدا نافسهم على راتبهم ما عدا استشعروا بهم استشعروهم هؤلاء الناس ثم رسالتنا أن الله قادر أن يبتلي كل أحد سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافني في سمعي وعافني في بصري وعافني في بدني هكذا كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة يعيش في عافية أفضل نحن نتكلم على الذي فقدت منه العافية فندعوه إلى الصبر و الرضا أما ليس ذلك أنه لأن الجزاء عظيم فالواحد يتمنى أن يكون من أهل البلاء نعوذ بالله هذا تفكير خاطئ لا لا نقول سأل الله المعافاة الدائمة سأل الله العافية في السمع في البصر في البدن كما علمنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمة نختم بها هذه الحلقة كلمة هؤلاء الناس من أشد الناس إخلاصا وأكثرهم خشوعا لبعد قلوبهم عن التعلق بزخار في الدنيا فالضعيف غالبا إذا رأى عجزه تبرأ عن الحول والقوة و استعان بالله ذي القوة فأكرموهم و اجبروا بخاطرهم عسى ربنا أن يعافيكم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله و يبتليك هذا له تفسيران على عجالة تفسير الأول أنه أكل مريض لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله و يبتليك و التفسير الثاني و هو الراجح أنه لا تظهر الشماتة بأخيك إذا عصى مو إذا كان معاقن أو إذا كان مريضا أي إذا وقع في الذنب لا تظهر الشماتة بأخيك إذا وقع في ذنب فيعافيه الله و يبتليك مستندلين بقوله عليه الصلاة و السلام من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله من عير أخاه بذنب لم يمت حتى عمله فأغلق فمك عن الحديث عن معاصي الناس لأن البلاء ينزل بين لحظة و لحظة نسأل الله أن يكشف عننا البلاء ما نزل من السماء و ما صعد من الأرض و أن يحفنا دائما بعافيته و رضا و كنفه و رحمته و بركته و نوره و معافاته الدائمة آمين 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 اللهم آمين بوركتم شيخنا الحبيب و بورك ما قلتم و نفعنا الله بعلمكم و بركاتكم أحبة المشاهدين الأكارم رسالة إلى من يهمه الأمر علينا أن نعتني بهذه الشريحة لأننا إذا أردنا أن ننتصر فبهم ننتصر و إذا أردنا أن يبارك في أرزاقنا فبسببهم يبارك في أرزاقنا و لأن الله تبارك و تعالى أكرمهم فنحن لإكرام الله لهم نكرمهم و لأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه و سلم أكرمهم و طمّنهم و نمّ مواهبهم فعلينا أن نلاحظ هذا الأمر و أن نسعى إليه و أن نعمل به و أختم قولي بمقولة جميلة من سار بين الناس جابرا للخواطر أنقذه الله من جوف المخاطر حتى ألتقيكم في حلقة أخرى من مرنامجكم و أنت فيهم صلى الله عليه و سلم أستودع الله دينكم و خواتم أعمالكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته